بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب للحق مصدقاً لما بين يديه وأنزل الدورات والإنجيل من قبل مدل للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذب شديد والله عزيز من تقار إن الله لا يغفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آية محكمة هن أم الكتاب وأخرى تشبهات فأما الذين في قلوبهم زير فيتبعون ما تشبه منه ابتغاء الفرنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسح في العين يقولون أمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزن قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف المعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقودوا النار كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حفو الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرح ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنة تجد من تحتها الأنهار وخالدين فيها وأزواج مطهرة وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فارفلنا دنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلع قائما بالقسطة لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيان بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهها لله ومن اتبعا وقل للذين أوتوا الكتاب والألمين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقاتلون النبيين بغير حقهم ويقاتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليل أولئك الذين حفظت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألا أن تر إلى الذين أوتوا نصبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله يحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أيما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتكزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أو بياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتق منه تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينهم أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوكم بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله ويغذركم ذنوبكم والله غفر رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطن محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعتك وليس اذكرك الأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلنا ربها بطبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت ومن عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك دعا زكريا ربه قال ربه بليل لدنك ذنية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قالت رب أن لا يكون لغلم وقد بلغني الكبر وامرأة عاقل قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب جعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهراك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم طانتي لربك واسجدي وركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب وحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقالاهم أيهم يكبل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهله ومن الصالحين قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له لكم فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتغرات والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية ذي ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكونوا طيرا بإذن الله وأبرئ الأدمة والأبرص ورحي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تتخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من الطوراة ولوحل لكم وبعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فتكوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط المستقيم فلما أحس عيسى منه الكفر قال من أنصري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمننا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيدين ومكره ومكر الله الله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجرهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال لكم فيكون الحق من ربك فلا تكن من المترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبدأل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا له القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله له العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله علم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواهم بيننا وبينكم أن لا نعود إلا الله ولا نشرك به ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزرت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاجتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا الله ولي المؤمنين ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذين منزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنوا بقمطار يؤذه إليك ومنهم من إن تأمنوا بذينار لا يؤذه إليك إلا ما دمت عليهم قائمة ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشتروا بعهد الله وأيمانهم ثمنهم قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبي لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا النبي ولا تمصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلك مصري قالوا أقررن قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبقون ولو لم أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أمزل علينا وما أمزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له المسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينه فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهد الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أمن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عن عم العذاب ولا منظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفر رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك مضالون إن الذين كفروا وما تقوهم قفرا فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو يعتدى به أولئك لولا عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل بأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذين بكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استصاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنكم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا بريقا ومن الذين أوتوا الكتاب يردكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد عدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأوقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون واذتكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويمدون عن المنكر وأولئك هو المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلقوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوجهم وتسود وجوجهم فأما الذين سودت وجوجهم أكفرتم بعد إيمانكم فاذقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوجهم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع العمر كنتم خير أمة من أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضركم إلا أدى وإن يقاتلكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصفون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكترون بآيات الله ويغتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يدون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصارحين وما يفعلون من خيره فلين يغفروا هو الله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أبوال ولا أولاد من الله شيئا وأولئك أصحاب النارهم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريحين فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمه الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يأذونكم خبالا واتبت ما عندتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات كنتم تعقلون ها أنتم قلاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لغنوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عرضوا عليكم الأنام من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسقهم وإن تصبكم سيئة يقرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدكم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ همض رائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أدلة فاتقوا الله لعلكم تشكون إذ تقولوا للهؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بتلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلا إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به ومن النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقله خائدين ليس لك من الأمر شيخ أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله رفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرباء ضعفا مضعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النر التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجننة عرضهم السماوات والأرض وعدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلى لأن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتم وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل مقلبتم على أعحابكم ومن يمقلب على عاقبين فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل مع العربريون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولا لم إلا أهم قالوا ربنا اغفر لنا ذوبنا وإسرافنا بأمرنا وثبت أقدمنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ بَلِ اللَّهُ مَأُولَاكُمْ وَهُوَ خَيْرٌ نَاصِرِينَ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا عَبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ نَزِّلْ بِهِ سُرْطَانًا وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَبِكْسَمَثُ وَالْظَالِمِينَ ولقد صدقت الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أركم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عن عملي يبتليكم ولقد عفى عنكم والله دون فضل على المؤمنين إذ تُصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غمّا بغمّ لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغمم أمنة نعاسي وشاء طائفة منكم وطائفة قد أهمت من أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبدلي الله ما في صدوركم وليمحرص ما في قلوبكم والله عليهم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوما تقل جمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسفوا ولقد عفى الله عنهم والله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويويت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو مدتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن مدتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فضا غليظ القلب لهم فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر له وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذركم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبيين أن يغل ومن يغل يأتي بما غلى يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باب سقطه من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجاتهم عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبين أولما أصبتم مصيبة قد أصبتم مثلينا قلتم أن ما تقل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصبكم يوم أنتقل جمعانك بإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلموا ختالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما كانوا يكتمون يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعوا ما قتلوا قل فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آت الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشهم فزدهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فهم طلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبتنا الذين كفروا أنما نولي له الخير لأنفسهم إنما نولي له ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليهم حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخذوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقر ونحن أغلياء سنتهما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حقا ونقول ذوتوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلم للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبك فقد كذب غسل من قبلك جاءوا بالبينات والزهر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلهم ومن الذين أشرقوا أذا كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاقا الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونهن فنبذوا وراء ظهورهم واشتروا به ثمن قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبتن الذين يقرحون بما أتوا ويحيطون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبتنهم بمفازاتهم من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادين الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيل وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرونك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأوض جهنم وبئس الثهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنة تجري من تحتها الأنهار وقالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليه خاشعين لله لا يشترون لا يشترون بآية الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ترجمة نانسي قنقر